اهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الآن في احتفال سري عقد قران بوسينة ابنة علي الحجار بمنزله اعلن الفنان علي الحجار عقد قران ابنتي بوسينة امس الاحد بمنزله في المقطم ونشر عبر حسابه موقع فيسبوك مجموعة صور من الحفل معلقا عليها تم الامس 21 يونيو 2020 عقد قران ابنتي بوسينة على هشام بحضور والدته السيدة نيفين واخيه كريم في منزله بالمقطم وبحضور اخوات العروسة ابراهيم ونور ويوسف وجنة وزوجتي هدى طلعات وكان استضاف النجم علي الحجار حسن فؤاد في الاستوديو الخاص به وعبر فؤاد عن احترامه وحبه لموهبة علي الحجار وانه تعلم الغناء والدراما منه وصفا الحجار بالعبقري وانه هرم من اهرام مصر من جانبه كان احيى علي الحجار حفلين اونلاين بسبب الاحداث التي تشهدها البلاد والعالم مؤخرا وانتجار فيروس كورونا في مختلف دول العالم مما ادى الى منع التجمعات للوقاية منه يحيي ايضا حفل غناء يوم الجمعة المقبلة ويقدم من خلال الحفل مفاجآت لجمهوره ومن اخر البومات علي الحجار مداخ دي بالك الذي ترحه في 2019 وضم 12 اغنية من ناحية اخرى تسلم علي الحجار في العام الماضي جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والادب بدورتها السامنة والمهدام من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان وسلم الجائزة الدكتور عبدالله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للازاعة والتلفزيون اما عن خبرنا التاني وفاة ابن اسقص الرضيع توفي منذ قليل الطفل الرضيع علي ناجل الفنان محمد اسامة الشهير باسقص عن عمر يناهز الثلاثة اشهر ومن المقرر دفن جثمان الطفل بعد قليل بما دفن الاسرة في صلاح سالم واوضحت الفنانة سارة درزاوي حقيقة سبب وفاة ناجل اسقص علي الرضيع وقدمت التعازي عبر صفحتها على انستجرام بآية قرآنية وعلقت عليها قائلة ان لله وان اليه راجعون علي ابن اسقص توفي بشكل طبيعي وربنا يصبر والديه وفي نهاية الفيديو لو عجبتك اخبارنا اشترك في القناة من العلام الحمر اسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك اهم واخر الاخبار المصرية والعالمية